طيب ومنسبة النادي الاهلي أليو ديانج الفترة اللي فاتت ما بيشاركش كتير مع النادي الاهلي فيه استبعاد لي في المباريات بشكل أساسي وهو موجود في القائمة ولكن المباريات كشكل أساسي مش موجود ناس كتيرة قالوا ان في مشكلة بينه وبين مارس الكولر انا بأكد لكم وقلتها مبارح واخرارها تاني ما فيش اي مشكلة بين مارس الكولر و أليو ديانج هو راجل بس بعض التعليمات الفنية ما عملهاش زي ما كان طالبها منه مارس الكولر فالراجل ريحه شوية بس هو شايفوا العيب جايد وشايفوا العيب ممتاز وشايفوا العيب هيستفيد منه النادي الاهلي في الفترة اللي جاية النادي الاهلي بالمناسبة تلقى عرضا عن طريق وكيل أليو ديانج من أحد الأندية الأرباع الكبرى في الدور البلجيكي الممتاز عشان يضم أحدهما أليو ديانج في الفترة الانتقالات الشتوية القادمة مقابل كان بقى مقابل 3.5 مليون يورو هل العرض يعجب النادي الاهلي لا ما عجبش النادي الاهلي مسؤولي النادي الاهلي قالوا انه هما مش هيقبالوا أقل من 5 مليون يورو لبيع أليو ديانج في الانتقالات الشتوية القادمة علما ان النادي الاهلي كان رفض بعض العروض السابقة منها على سبيل المثال فريق جلط الصراي التركي وأحد الأندية الأماراتية الموسم الماضي بسبب برضو ضعف المقابل المادي المقدم لشراء عقد اللحب بصراحة أنا شايفت 5.5 مليون يورو حلوين أنا أنا كريم بس النادي الاهلي طبعا له حساباته أمور إدارية وكثيرة يعني هو الاهلي طالب 5 مليون يعني بقول ليه كده عشان التوقعات بالنسبة لأليو ديانج أول ما جاء النادي الاهلي كانوا متصويرين انه أليو ديانج هيبقى لعيب خرافي وبالتالي الاهلي ممكن يطلق في 10 مليون يورو عادي مش 5 كمان والاهلي كان متوسم في كده فقال ليه ديانج لعيب جاي جدا جدا بالمناسبة وله مميزات مش موجودة عند كثير من لعيب الوسط في مصر نوعه قوي وسريع ومجهوده كبير عنده تفسير كتير بس الكرة عنده مش أحسن حاجة الكرة اللي هو البصل حلوة الحرفانة اللي لما يوصل للجرن يسجل دي مش موجودة عنده أوشي فدي تقلل من السعر تقلل من سعر اللاعب آه عنده مميزات بس في أوروبا بيدوروا على كل المميزات مش بعض المميزات فلو جاتلك فرصة دي بتقلل نص مليون يورو حلوين في رأيي طبعا النادي الأهلي قدرى بحال لعبي اشتركوا في القناة